والمؤمنون ليسوا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكفر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن للمؤمن لماذا؟ لأنه الحياة كلها منغصات وكلها ابتلاءات وهناك تكاليف وأوامر ونواهي وهو في كبد وفي مشقة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى فإذا لقي الله سبحانه وتعالى بعمل صالح تحرر من هذا السجن لكن الكافر حياته هو يريد الحياة ولا ينظر إلى الآخرة على الإطلاق لذا يكره أن يكلمه أحد عن الموت يكره أن يرى المقابر يكره أن يسمع من أحد الدعاء كلاما عن الموت يكره أن يكلمه أحد عن عذاب القبر يكره أن يخوفه أحد من ربه سبحانه وتعالى يكره كل ذلك ويقول أنتم تخوفون الناس وترعبون الناس لا والله الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالخوف وبالرجاء ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى فقط بالرجاء لا إنما نحن نسير على أو بجناحين إلى ربنا سبحانه وتعالى بجناح الخوف وبجناح الرجاء فهؤلاء الذين يحرصون على الدنيا على الحياة على حياة هؤلاء يكرهون الموت ويكرهون كل من يذكرهم بالموت وبلقاء الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر